الخبير في مركز زانا الصحي قبر ولد أسفة يقول أن مرض التهاب الكبد أصبح واحدة من أكبر التهديدات في المجتمع في تيجراي بحيث أنه أصبح عداد المرضى به في تزايد وذلك بسبب انهيار منظومة صحية منذ اندلاع الحرب في شهر نوفمبر من عام 2020 والسيدة التي تعيش في منطقة زانا في منطقة الوسطى من تيجراي وهي واحدة من المصابين به وهي تقول أنها مصابة بهذا المرض من 19 عاما وهناك مصابون آخرون أيضا في نفس العائلة بدأت أعاني من هذا المرض منذ 19 عاما أشعر بألم في كابدي ورحمي ورحمي قد خرج من مكانه وأشعر بألم في وسط جسدي ومعاناتي ازدادت بسبب عدم تمكن الحصول على الدواء وأخي أيضا يعاني من هذا المرض الخبير في مركز زانا قبر والدى سفة قال أن المئات قد فقدوا حياتهم بسبب مرض التهاب الكبد والبقية لا يزالون يعانون بسبب الالتهابات الكبد وذلك بسبب النقص الهائل في المعدة الطبية والأدوية هذه المرأة تعاني من التهاب الكبد وهذا المرض تم ملاحظته في عام 2005 في مكان يدعى قلقل وهذا المرض يأتي من عشبة محلية تدعى حقائفته وما يؤزم من الوضع هو أننا نلتقي خمسة أو ستة مرضى من نفس العائلة حتى الآن لقد فقدنا أكثر من ثلاثمائة شخص الخبير أيضا قال أنه يمكن التحكم والحد من هذا المرض باستخدام طرق تقنية في الوقت الذي سبق نشوب الحرب لكن الآن لقد انهارت المنظومة الصحية وأصبحت الأمراض والأوبئة تطرق على كل أبواب المدنيين عندما يكون هناك سلام هذا يعني أن هناك مقدار من المساعدات الإنسانية تقدم المرضى مجانا لقد اعتدنا تقديم العديد من الأدوية عن طريق استخدام الكثير من التقنيات وبغض النظر الآن المرضى في وضع خطير لأنهم في انتظار الموت لأن ليس لديهم خيار آخر المرضى والخبراء حثوا أن على القوات الإرترية ومليشيات الأمحر الخروج من أراضي تقراء بحسب البنود التي تم توقيعها وهي ضمان استرجاع المنظومة الصحية ودعمها في الإقليم نحن سعداء بسبب إحلال السلام ونحن نأمل أن يتم إنقاذنا من حالتنا المزرية القوات الإرترية ومليشيات الأمحر يجب عليهم الانسحاب الفوري ونحن نأمل حدوث بنود اتفاقية السلام بشكل كامل على أخذ الواقع اشتركوا في القناة